إزاي بدأت العلاقة يعني يعرفوا بعد منين أصلا من الأول إزاي بدأت عايز أقول الحراكة البداية دي هي اللي شجعتني كده أن أنا أخد تقريبا أكتر من سنة دحس عن هذا الموضوع لأن البداية كانت أن عبد الحميد الصحار هو اللي دور على نجيب محفوظ وهنا كان نقطة دي اللفتت انتباهي كان في هذه الفترة كان الأستاذ نجيب محفوظ عمل رواية رادوبيس وكانت فازت بجازة قوت القلوب الديمرداشية ولم تنشر كانت هذه الفترة في بداية الأربعينات الحرب العلامات التانية وفي أزمة ورق وفي مشاكل وكان كل الأدباء بما فيهم أستاذ نجيب محفوظ كان لسه في بداياته بيعاني من النشر مش بيعرف ينشر روايته فاستوقفني موقف أن عبد الحميد الصحار لما سمع عن هذه الرواية ولقا أنها مش مطبوعة راح دور على نجيب محفوظ وتعرف به وأخده من إيده لدار النشر فعلا أخده لأخوه سعيد وقال له الرواية دي كذا ورواية أخده جايزة وعايزين ننشرها فهو اللي أخده لأخوه في دار النشر سعيد الصحار ومن هنا بدأت علاقة ما بين علاقة الصداقة مبدأين البداية يعني بداية جميلة جدا لأنه أنهما بيساعدوا في حاجة زي كده أعتقد أن الراحة نجيب محفوظ يعني كان بيكون إليه يعني الجميل ده أكيد طبعا على فكرة هو ظل الأستاذ نجيب محفوظ مخلص لهذه الصداقة ما بينه وما بين عبد الحميد الصحار يتوفى 74 وأخوه سعيد الصحار النشر حوالي 60 سنة من الصداقة ما بينهم وكان بيرفض الأستاذ نجيب محفوظ نشر أي رواية من رواياته خارج النشر بتاعه حتى كان في فترة من الفترات كان في بيروت مثلا في إقبال على رواياته والأستاذ نجيب محفوظه عايزين يتعرض عليه فلوس كتير جدا أنه وينشره كان بيرفض وفضل مخلص 60 سنة نفس دور النشر 60 سنة نفس دور النشر وغير دور النشر بعد وفاة نشره سعيد الصحار على الرغم من أنه كان يعني يعتبر على حسب ما قيل وقتها وناس كتير قالت ده كان ماديا مش يعني يعني ما بياخدش القيمة المادية اللي مناسبة إلا أنه هو الأستاذ نجيب الحقيقة ودي برضو نقطة أعتقد زيما حراك لمست كده يمكن شالها جميلة طبعا على فكرة لما تقري حراك كمان فيه منقطة تانية في معضوها الكتاب هم طبعوا أصلا رواية رادوبيسي إزاي كان فيه أزمة في الورق وما فيهش ورق فسمع عبد الحميد الصحار أنه كان فيه مركب جاية سفينة وغرقت وكان فيها ورق فإما انتشلوا الحاجات اللي هي كانت غرقانها فكان من ضمنها ورق مبلول وكان بيوباع بسعر رخيص فأخذ عبد الحميد الصحار الورق ده ورح لمكواجية الرجل زمانها لبيكوا مكوة رجل وعشان يكوا الورق وينشفوه وطبعوا عليه رواية رادوبيسي لنجيب محفوظ فالموقف نفسه المتكمل لما حركت شفيت لقى إنه هو يعني عمل أشياء ووقت رواقي طبعا فهنا الفكرة بقى الجميلة جدا اللي أنا حبيتها فكرة التعاون هنا مش منافسة بقى ودي أجمل حاجة صداقة تؤدي إلى تعاون تؤدي إلى تكامل تؤدي إلى استمرارية ستين سنة إيمان ناشر الناشر بنجيب محفوظ ومن قبل ما ياخد نوبل كان دائما بيقول أنا براهن إن نجيب محفوظ هيصبح وهيكونش إيمانه بيه ده مهم جدا وده نقطة مهمة جدا أعتقد إنها ساعدت في التقلق وتواهج نجيب محفوظ إنه هو عنده من يؤمن به وينتظر كتبه ورواياته ويقدمهم للقراء بشكل محترم